السلام عليكم أعزائي المشاهدين أهلا بكم في فيديو جديد على قناة المستقبل النهاردة هناخد درس صيغة المبالغة بشكل سهل وبسيط وسريع في البداية لو قلنا شراب وشارب وشرب فين الاسم أو الكلمة اللي دلت على الفعل بكسرة هي شراب إذن شراب صيغة مبالغة يعني إيه صيغة مبالغة أو تعريف صيغة المبالغة هي عبارة عن أسماء مشتقة للدلالة على حدوث الفعل بكسرة طيب أوزنها صيغة المبالغة خمسة أوزان الوزن الأول هو مفعال زي كلمة معطاء وكلمة مكرام وكلمة مفضال فهذه الكلمات تدل على حدوث الفعل بكسرة ولكنها تشتق من فعل سلاسي وغير سلاسي فمكرام مشتق من الفعل السلاسي كرمة ومعطاء من الرباع وهكذا الوزن الثاني فعول مثل كلمة أقول خجول أقول صبورة شكورة لو لاحظت أن أنا قلت أقول وقلت أقولة وممكن أقول الصبور والصبورة وممكن أقول الأقولان والصبوران فمن خلال تلك الأمسية نلاحظ أن هي اسمها تأتي مذكر ومأنس تأتي نكرة ومعرفة تأتي مسنة وجمع وهكذا لأنها اسم والاسم يخضع للسبعة أوجه وهي يأتي نكرة ويأتي معرفة يأتي مفرد ومسنة ومجمع ومذكر ومأنس وهكذا الوزن الثالث فعال مثل حماد ودراب وجوال وصوال وقد نقول جوالة وصوالة وهكذا الوزن الرابع فعيل زي كلمة طويل وكلمة سميع وكلمة عليم وكلمة حليم وقد نقول حليمة والحليم والحليمة وهكذا الوزن الخامس فعال مثل نهم وشرس وحزر وفطن ملحوظة خلينا عارفين أن سيغ المبلغة أسماء والإسم عرب حسن موقع في الجملة فلو حطنا خط لو قلنا مثلا الرجل صبور وحطنا خط تحت صبور هنقول الرجل مبتدأ ونقول صبور هل هي صيغة مبلغة ولا خبر قلنا تعرب حسن موقع في الجملة إذن صبور خبر وليست صيغة مبلغة لكن هي نوع من الأسماء هي جاءت صيغة مبلغة وهو ده المطلوب من درس صيغ المبلغة نحن نعرف إعرابه لا نعرف يعني صيغة مبلغة وخلاص نحدد نوع الاسم إنها صيغة مبلغة هو اسم يدل على حدوث الفعل بكسرة ولا ننتقل للقسم الثاني من الدرس هو إعمال صيغ المبلغة يعني إيه إعمال صيغ المبلغة؟ يعني صيغ المبلغة تعمل عمل الفعل هتعتبر إنها فعل ونعرف اللي بعدها اما فاعل يا اما مفعول هنشوف من خلال الامثلة لو قلنا الضحاك وجهه محبوب من الناس فين صيغة المبالغة في المثال الضحاك على وزن فعال بس عاوز اعرف معمولها هل هو فاعل ولا مفعول يبقى المعمول هو اول كلمة بعد المشتك بعد صيغة المبالغة خليناها اللاحظة نبقى ايه وجهه خلي الضحاك خليها يضحك هنردها في دماغنا كده ونعن خلي المشتك او صيغة المبالغة هنعتبرها فعل مضارة مبدو بلياء اصلها يضحك وجهه من اللي بيضحك وجهه يبقى وجه هنا فاعل صيغة المبالغة ضحاك ومحبوب خبر ومن الناس جار ومجرور اذا صيغة المبالغة المعرفة بل تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم بدون شروط ترفع فاعل وقد تنصب مفعول كما في المثال التالي الشكور ربه من الصالحين كان هنا صيغة المبالغة في المثال كلمة الشكور فين معمولها ربه خلي الشكور في دماغك كده خلها يشكر يشكر هو ربه اذا الرب هنا فاعل ولا مفعول وقعت مفعولا به اذا الشكور مبتدأ ورب مفعول به لصيغة المبالغة العاملة عمل الفعل اصلها يشكر ربه ولها في محل جر مضاف اليه من الصالحين جار ومجرور الخبر شبه جمل اذا صيغة المبالغة ترفع فاعل وتنصب مفعول وقد يرفع فاعلا وينصب مفعولين كما في المثال التالي المعطاء ابوه الناس مالا مقدر من الناس هاللاحظ ان صيغة المبالغة المعطاء معرفة بل وقد رفعت فاعل وهو ابوه ونصبت مفعولين وهو المفعول الاول الناس والمفعول الثاني مالا والهينا تناول كسم الثاني من اعمال صيغ المبلغة ونتهاول الجزء الخاص بالاسم النكرة اذا كان اسم المبلغة او صيغة المبلغة اسم نكرة يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم يرفع فعل وينسي المفحول ولكن بشرطين الشرط الاول ان يدل على الحال والاستقبال والشرط الثاني ان يسبقه واحد من اربعة ان يسبقه نفي مثل ما جحود المؤمن فضل ربه فلاحظ ان صيغة المبلغة هنا جحود وجاءت نكرة وعملت عمل الفعل المبني للمعلوم بشرط الشرط الاول انها دلت على الحال والاستقبال الشرط الثاني انها سبقت بنفي وهو ما ويعرى بالمثال كالتالي جحود هنعرف ان جحود هنعتبر نخليها يجحد اذا المؤمن فاعل لصيغة المبلغة جحود وفضل مفعول به ورب مضاف والهاء مضاف اليه فالله واحظ ان صيغة المبلغة هنا جحود على وزن فعول رفعت فاعل وهو المؤمن ونصبت مفعول وهو فضل اتنين ان يسبكوا استفهام مثل هل فعال صاحبك الخير هنلاحظ ان صيغة المبلغة فعال وجاءت على وزن فعال هنلاحظ ان فعال صيغة المبلغة جاءت نكرة ولكن عملت عمل الفعل بشرطين الشرط الاول دلت على الحال والشرط الثاني سبقت باستفهام وهو هل اذا فعال صيغة المبلغة رفعت فاعل وهو صاحبه والكيف مضاف اليه والخير مفعول به فاللاحظ ان فعال رفعت فاعل ونصبت مفعول به تلاحظ ان يسبكه مبتدأ مثل الله سميع الدعاء هنلاحظ فين صيغة المبلغة هنا سميع هنلاحظ انها نكرة ولكن عملت عمل الفعل بشرطين الشرط الاول انها دلت على الحال والاستقبال والشرط الثاني انها سبقت جمبتدأ وهو لفظ الجلال الله فلفظ الجلال مبتدأ وسميع صيغة المبلغة لو حبينا نعرف كلمة سميع هنقول هي صيغة مبلغة ولا خبر هنقول خبر لان زي ما قلنا وعرفنا ان صيغة المبلغة تعرب حسن موقعها في الجملة وماذا عمله الفعل lemfunding فين في معمولها في الاسم اللي بعد صيغة المبلغة في الاسماء او الكلمات الوقع بعد صيغة المبلغة فالمثال الله سميع الدعاء هاللواحظ ان صيغة المبلغة سميع جاءت نكرة وعملت عمل الفاعل بشرطين الشرط الأول دلت الحال والاستقبال والشرط الثاني سبقت بمبتدأ وهو لفظ الجلالة الله إذن الدعاء هي فاعل ولا مفعول خلينا سميعه خلاها يسمع يسمع هو الدعاء إذن الدعاء مفعول به إذن صيغة المبلغة هنا عاملة بشرطين ورفعت هنا فاعل وهو الضمير المستتر ونصبت مفعول به وهو الدعاء إذن صيغة المبلغة عاملة ولكنها جاءت نكر عاملة بشرطين الشرط الاول ان تدل على الحال والاستقبال وقد توفر في المثال والشرط الثاني ان يسبقها مبتدأ اربعة ان يسبق اسم موصوف اي تقع صيغة المبالغة نعتا مثل رأيت رجلا فطنا عقله فين صيغة المبالغة هنا فطنا صيغة المبالغة على وزن فاعل وقعت نعتا سبقها موصوف وهو رجلا المنصوب اذا فطنا عقله فين معمول صيغة المبالغة فطنا عقله يعرب هنا يفطن او فطنا عقله إذن عقله هنا فاعل رفعت هنا فاعل في صيغة المبالغة هنا عملت عمل الفاعل ورفعت فاعل إذن بكل بساطة ملخص اللي قلناه إن صيغة المبالغة إذا كانت معرفة تعمل عمل الفاعل بدون شروط ترفع فاعل وتنصب مفعول وقد تنصب مفعولين كما بينا في الأمثلة وإذا كانت نكر وتعمل عمل الفاعل ترفع فاعل وتنصب مفعول ولكن بشرطين الشرط الأول أن تدل على الحال والاستقبال والشرط الثاني عن نسبك واحد من الربعة اللي احنا قلناهم نفي او استفهام او مبتدأ او موصوف ملحوظة صيغة المبلغة اذا كانت غير منونة جاء جزء عرب ما بعدها مضاف اليه ويعرف فاعل او مفعل حسب نوع الفعل لو قلنا جاء الشراب العسل فكلمة العسل هي معمول صيغة المبلغة الشراب هي علازن فعال يجوز عربها مفعول به ويجوز عربها مضاف اليه لان الشراب هنا غير منونة اما اذا كان صيغة المبلغة منونة يمتنع عرب ما بعدها مضاف اليه يعرب ما بعدها فاعل او مفعول به فقط فلو قلنا جاء الرجل شرابا العسل فاللاحظ ان شرابا هي صيغة المبلغة وهي منونة فيمتنع عرب ما بعدها مضاف اليه فكلمة العسل لا تعرب هنا في المثال الا مفعولا به ولو قلنا الصبور القلب محبوب هللاحظ ان الصبور صيغة المبلغة معرفة وهللاحظ انها غير منونة اذا القلب يجوز عربها فاعل ويجوز عربها مضاف اليه لان صيغة المبلغة قبلها صبور غير منونة ولكن لو قلنا جاء الرجل صبورا القلب اذا القلب يمتنع عربها مضاف اليه تعرب فاعل فقط وبكده نكون خلصنا الدرس وعرفنا ان صيغة المبلغة اسماء وعرفنا انها مشتقة من الافعال المتعدية واللازمة وعرفنا انها اسماء تعرب حسب موقعها في الجملة وعرفنا انها تأتي مفرد ومسنة ونكرة ومعرفة ومذكر ومؤنس وعرفنا ان الاسم المعرف بقال من صيغة المبلغة يعمل عمل الفعل بدون شروط يرفع فاعل وينصب مفعول وعرفنا ان الاسم النكرة يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم بشرطان يدل على الحال والاستقبال وعرفنا ان صيغة المبلغة اذا كانت منونة يمتنع عرب ما بعدها مضاف اليه ما بعدها يعرف فقط فاعل ومفعلها حسب نوع الفعل اذا كانت غير منونة يجوز عرب ما بعدها فاعل او مفعول او مضاف اليه وبكده نكون وصلنا للنهاية ونتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا